اهلا بحضراتكم اغلق موقع التنسيق الالكتروني الاحد باب تسجيل الرغبات امام طلاب الدبلومات الفنية الرغبين في الالتحاق بالكليات والجامعات ويواصل مكتب التنسيق فرز رغبات الطلاب تمهيدا لاعلان نتيجة التنسيق خلال 48 ساعة واستقبل موقع التنسيق رغبات حوالي 240 الف طالب سجلوا رغباتهم قبل غلق الباب كان الدكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدر قرار بمد فترة التقديم لتسجيل الرغبات للطلاب الحصلين على الشهادات الفنية وهم دبلوم المدارس الفنية نظام 3 و 5 سنوات وكمان دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين بعد التنوية وبكده انتهت فترة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الحقيقة انه كان مقرر اغلاق باب التنسيق امام الطلاب الحصلين على الدبلومات الفنية يوم 22 سبتمبر الماضي ولكن صدر قرار بمد فترة التنسيق حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم وكمان لإتاحة الفرصة امام الطلاب الرغبين في تعديل رغبتهم وكان متاح لطلاب الدبلومات العديد من الكليات منها كلية التجارة والتربية والزراعة وكليات التعليم الفني وكذلك السياحة والفنادق وكليات الخدمة الاجتماعية كمان هنلاقي كليات الجامعات التكنولوجية اللي بتقبل 80% منطقتها من طلاب الدبلومات وحدد مكتب التنسيق نسبة القبول بالنسبة لشهادات الدبلومات الفنية بالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق 60% فأكثر أما بالنسبة لدبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها التجارية والصناعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي 60% فأكثر كما حددت نسبة القبول لدبلوم المدارس المتقدمة التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق نظام الخمس سنوات 60% فأكثر وبالنسبة لدبلوم المعاهد الفنية للتمريد شعب التمريد التابعة للجامعات 75% فأكثر ونسب القبول لدبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة فنيات تمريد التابعة لوزارة الصحة 75% فأكثر وأخيرا الطلاب الفصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبة أقل من 75% حتى 65% ويتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون لليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات شكرا جزيلا لحضرات